بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد طيب شوفوا يا شباب اول اشي هذا احنا حل اليوم الكوز اللي جاكم في امتحان اه ولكن قبل ما ابدأ بالحل احكي لكم انه انتو لم يتم الشرح لكم في الامتحان في الكلاس كيف تحلو هيك معقدة بس اه ان شاء الله انا هاوضح لكم كل شي اليوم حتى لو جاكم شؤال مسابه سؤال مشابه في المتين وفي المتين اكيد هتجيك وهيك اسه لمعقدة اوكي فلازم تاخد بالك وتعرف كيف الطريقة اللي تحلل فيها بسم الله نبدأ يلا اول اشي في هيك السئلة لما تلاقي في عندك معقدة اول اشي بتحكي ولما احكي يعني انا بخص بالذكر اللي هو سبرينجز ليش بتطلع وين عندي برا لسبرينج وين عندي سريز سبرينج انا عندي كي تو كي ثري هذولا برا لسبرينجز فبحطهم في سبرينج واحد شوف حاطلك الخط كبير كمان اوكي هذا مقدار اللي صارت كم كي تو بلاس كي ثري اوكي تمام يا شباب تمام طيب بعد ما سوينا هاي الخطوة الثانية بحكي موف دا سيستم موف دا سيستم اوكي هس انت قبل ما نحرك الموف دا سيستم انا كنت بحكي لك انه اقطع على سبرينجز وشوف السيستم هل حيضلو ثابت ولا لا لما تقطع التو سبرينجز هدول السيستم بيضلو ثابت فالويت انه انكلودد في الفري بادي دا يجراه بات اكشيلي انت لما تيجي تاخد المومنت حتوخدهم على السنتر تبع الدسكات فالدسك الويت تبعه أوريدي اتس نات افكتت بايدا مومنت لانه دي بزيرو فاهم علي يعني انت انا نطيت للنقطة الثالثة اللي هي موف دا سيستم قبل ما احكي لك انه والله اقطع السبرينجز لانه انت مش بحاجة انك تقطع السبرينجز اوكي عرفت ليش مش بحاجة لانه الويت قردي في السنتر تبع المومنت فما فيش دي اه خلص يعني سواء قطعت السبرينجات وقلت انه اللي فيه بالديقرام فياته دابليو اه ما عليك مش هتأثر فيه اسئلة ثانية عشان تكون منتبه بس اوكي بكمل باسم الله كمل موف دا سيستم لما حركنا السيستم هيه زي ما هو موضح لك حركوا بمقدار ثيتا وحار بما انه تحركت على مين الماس حتتحرك بمقدار اكس طيب ممتاز خلص بما لمحرك للسيستم باجي بحكي الخطوة الثالثة ديفاين اول فورسز طيب حتى نعمل ديفاين الال فورسز تبع معاي ايش هسوي انا فوق الزالثة طيب بما انه انا يا اصدقاء العزاء يا مهندسي انا تحركت على اليمين السبرينج كي تو كي ثري حصل له كومبريشن فهو بحاول يرجع حاله لبضع الاصلي فحيطلع لك قوة معاكسة مقدارها كي تو بلس كي ثري مضروبة في اكس وبما انه الماسة تحركت على اليمين فكي وان صار لها اكستنشن فهي بتحاول ترجع لمكان الاصلي هترجع للشمال بمقدار كي وان اكس خلينا نحكي انه كي وان هي في اكس وان ليش لانها مربوطة بالديسك ارون والكي تو بلس كي ثري في اكس تو لانها مربوطة في الارتو الان اللي انت اللي تركها اللي اجدك جديدة في السؤال انه هذا السيستم كامل it's a translation system translation system شو يعني translation system يعني لو بدي اجي اكتب المعادلة تبعية الماس وسبلينج حتلاقيها Submational forces equal mx double dot فالكيناتك دياجرام لهذه الماس هي mx double dot طيب mx double dot بتيجي تحكي اليست هي force طلع الايقوشن هاي مش Submational forces equal mx double dot اذا لو بدي اجي اعمل define the forces عندي باجي بحكي this is my first force my second force هدول essential the tricky force اللي هي mx double dot هاي هي اللي جديدة عندك هاذ هو اللي تركب السؤال اول trick انه mx double dot هي Submational forces فاذن هي force على السيستم هي force effect على السيستم واضح? واضح ان شاء الله طيب نيجي نكمل بعد ما عملت هاي الحركة باجي بعمل التابل تبعي تبع الفورسز والديستنسز هاي الفورسز وهاي الديستنسز عشان اطلع ايش المومنت اول force عندي اياها k1 في x1 كم الديستنس تبعيتها مش راح اعملك المثلت لانه انت هاي صورت عارف شو يعني المثلت وكيف بنطلع الديستنس هي r1 cos theta طيب والم في x double dot كم الدي تبعيتها it's also r1 cos theta يعني مش عظيم لاحظهم في السيستم انه k1 x1 و mx double dot مربوطين كلهم في r1 فلما تيجي تعمل المثلت انت وتحرك السيستم بتلاقي هاي ثيتا هاي الديستنس اللي بدك اياها وهي عندك r1 cos theta equal d على r1 فr1 في cos theta equal d عرفت ليش اوكي طيب نفس النظام تمشي على k2 plus k3 x2 الديستنس تبعيتها كم هي r2 cos theta طيب الان المومنت k1 x1 دايما اللي سبرينجز الها مومنت بالسالب فبدروها تحكي سالب k1 في x1 في r1 cos theta هاي اول واحدة خلصنا منها طيب ثاني سبرينج خلنا نخلص منه على السريع k2 plus k3 x2 r2 cos theta خلصنا منها ثاني tricky point بالسؤال يا حبايب يا اصدقاء العزاء طيب انت هتوقع في غلط الاشارة لا قوة ال mx double dot كيف الان اليس عند هاي الماس الماس فيها تنشن من هون صح؟ صح؟ طيب التنشن تبع اللي جايما عند الماس مش اللي احنا حركنا الدسك على اليمين يعني انا قاعد بسحب الماس بتنشن على اليمين صح؟ حتى اعمل الفورس equal to zero على التنشن على الدسك نفسه R1 هيعطيني قوة معاكسة الثيرد لو تبع نيوتن صح ولا لا لكل فعل رد فعل بما انه ال mx double dot مربوطة مع التنشن اوكي والتنشن على الدسك باتجاه الشمال فالمومنت تبعيت ال mx double dot equal negative فاهم علي equal negative انت هتحط negative mx double dot R1 cosine ثيتا اوكي اوكي طيب نيجي نعمل summation moments equal i ثيتا دابل دوت نيجي نحكي K1 minus K1 X1 في R1 كوزاين ثيتا minus mx double dot R1 كوزاين ثيتا minus K2 plus K3 اونا مينس صحيح في X2 R2 كوزاين ثيتا equal i ثيتا دابل دوت اوكي اوكي حقينا انه احنا عنا i equal i في ثيتا دابل دوت وهنا عندي كله ثيتا فبدي احول كل الاكسات لثيتا X1 ايش بتنزل X1 بتصير R1 ثيتا X double dot هي R1 في ثيتا دابل دوت و X2 هي R2 في ثيتا دابل دوت طيب انت ليش تسألني X equal R ثيتا برجع بحكي لك الحركة الدورانية تتحول الى حركة linear خطية عن طريق هذا القانون X equal R ثيتا بما انه X2 مربوطة مع R2 فالرديس هو R2 والثيتا بتضلها ثيتا اوكي 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 فاذا X1 R1 ثيتا X double dot هي R1 ثيتا دابل دوت X2 هي R2 في ثيتا دابل دوت خلص حلت المشكلة وهو بتروح بتسوي ايش لحط الأخيرة كمان بتحول كوزاين ثيتا بتصير 1 كوزاين ثيتا بتصير 1 كوزاين ثيتا بتصير 1 كوزاين ثيتا بتصير 1 فصارت المعادلة اللي عندي minus K1 R1 square في Theta minus K1 R1 square في Theta minus M في R1 square في Theta double dot minus K2 plus K3 في R2 square في Theta أوكي equal I Theta double dot تمام يا شباب أسا شو بتسوي بتنقل هذا الطرف إلى هذا الجهة minus K1 R1 square في Theta minus K2 plus K3 R2 square في Theta equal I Theta double dot plus M R square في Theta double dot خذ عام المشترك خذ عام المشترك بعدين نقسم والآي ما أعطيك إياه بالسؤال وخلصنا خلصنا فيها إشي الآن أنا اللي بدي أحكي لك إياه اللي بدي أحكي لك إياه حتى ما تتخربط في أي سؤال قادم في ياتو ماس مربوط مع سيستم بدور ركز معاي أرجوك حتى لا تتخربط في المسائل القادمة إذا أجاك سيستم في ياتو دوران وترانزليشن من نفس الوقت أي ماس مربوطة مع سيستم بلف لما تيجي تكتب سبميشن للمومنت إيكوال آي ثيتا دابل دوت أرجوك 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 اتذكر إنه على اليمين حيكون في زائد م إكس دابل دوت مضروبة في الراديس ماشي يا شباب م إكس دابل دوت مضروبة في الراديس اللي بتلف فيه م إكس دابل دوت مضروبة في الراديس اللي بتلف فيه واضحة أرجوك قولي إنها واضحة هاي لو قعدت سنة كاملة عشان تلقيها في كتب ما بتلقيها أنا بعطيك إياها هس حل عيد حل السؤال بهذا القانون حتلاقي بطلع معك نفس الجواب وحتى أثبت لك إنه هذا صحيح طيب نيجي نحكي عي ثيثة double dot زايد ام اكس دبل دوت في الار الار ايش؟ ار وان صح؟ انزل 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 شوف شو حلينا مش هون كتبنا ام ار وان سكوير في ثيثة دبل دوت اللي هي نفسها ام اكس دبل دوت في ار وان لأنك أنت لما تحول ار وان في ثيثة دبل دوت ايجي ايش ايكس دبل دوت صح ولا لا ايدي اكس دبل دوت وبيضل عندك الام صح يا شباب في الارون واضح يا شباب يعني يا انت بتحط الام اكس دابل دوت عندك في التابل يا انت من بداية السؤال لما تيجي تحل بتتبع النصيحة هاي تبعية اللي حاجة لك يا وبتحط سميشن مومنت ايكوال اي ثيتا دابل دوت ابلس ام اكس دابل دوت في الريديس اللي عليها الام اكس دابل دوت اللي بتلف عليها فايش بصير عندك التيرم اللي على اليمين بتحط فياته الاي ثيتا دابل دوت واي ماس جاعدة بتلف حوالين سنتر وفروتيشن تبعاك والسبميشن مومنت اللي عشمال بتحط فيها كل معلومات السبرينجز فقط معلومات لسبرينجز فقط اتمنى تكون النقطة هاي واضحة من الان فصاعدا الان حنزل بعد هاد الفيديو فيديو اه اسئلة it's not medium it's it's very hard اوكي very hard بس انا حفرجيك كم هي سخيفة والدكاترا بس بحطوها عشان يخوف الطلاب ويخلهم مش يعرف يحلوا مرة ع مرة بتعرف كيف تحل السئلة تبع معايا ان شاء الله بالفيديو الجاي حتستفيد وحتصير اكسبرت في حل هاي المسائل وتصير عندك تريفيا واضحة? واخر اشي بحكي لك السؤال هاد اجاكم في وقت غير مناسب هذا السؤال لازم يجي في كوز 3 او كوز 4 اجاكوه في كوز 2 انتو لسه في اساسيات الفايبريشن فانا بنصحكو بتحكو مع الدكتور تقولوا لو في اشي بغلط هذا السؤال مش لازم ناخده هسا يلعطيكم العافية السلام عليكم